النهاردة وصلت سفينة الإمداد المصرية بتحمل مجموعة كبيرة من الأطنان أو عرض كبير من الأطنان من المساعدات الإغاسية للأشقاء في سوريا ده بناء على توجيهات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة توصيل وتوجيه الدعم وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السوريين طبعا احنا في هذا الأمر من أول لحظة والقوافل زينا شايفين قوافل إغاثة مصرية متجهة إلى الأشقاء في سوريا وفي تركيا لكن النهاردة المركب سفينة كاملة محملة ألاف الأطنان وصلت إلى الأشقاء في سوريا الشقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يقل الشعب السوري والشعب التركي وكل شعوب لبناني وباقي الشعوب التي يمكن أن تتأثر بزلازل أو أي شعوب في أي مكان لأنه الكارثة تكون كارثة إنسانية بصرف النظر عن الجنسيات أو الديانات أهو يعني من الشعب المصري إلى الشعب التركي ومن الشعب المصري إلى الشعب السوري مراكب إغاثية بتصل الحقيقة يعني لم نكتفي به هذه القوافل البرية وإنما يعني أعتقد السورة قدامك واضحة جدا من المركب على طوله هو على دي اللاذقية في سوريا ومن الحاويات قدام حضراتكم أهي من الشعب المصري إلى الشعب السوري من الشعب المصري إلى الشعب التركي من المراكب على وسائل النقل مباشرة بتحمل يعني هذه المساعدات يعني نسأل المولى سبحانه وتعالى إنه في هذه الأيام الكريمة إنه يعني يقلل من هذه الأثار ونسأل السلامة للجميع